موسيقى مراحب كيفكم أخبرتم كله تمام اليوم عملين شيء موسيقى أول شيء مين قال البرغر من نصحة مين قال البرغر من نصحة اليوم أريد أن أثبت لذلك قال أن البرغر من نصحة وننصح أن البرغر فيكم صحة وننصح كيف؟ أخبركم كيف موسيقى اليوم أريد أن نصحة موسيقى 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 لكن على فكرة هذا البلاد برغر تكلفه بالمطعم أو صحن البرغر لكن مثل هذا الصحن لا أكل موسيقى لا موسيقى لا لا موسيقى 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 لآخر الفيديو موسيقى 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 الكورسلو موسيقى 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 اليوم موسيقى الكلسلو الحمرة أو موسيقى لن ترى أنا ستجدها على اليوتيوب و ستجدها على تيك توك هذا اختراع جديد من اختراعي نعمل شيء سبيسيال بهذا البلاد هي ملفوفة أريدنا اللونة اليوم أحضر يا جماعة أنا سأستعمل نصف ملفوفة لماذا؟ لأننا نحب الكورسلو سأستعمل هلأ أقدمكم بس الصحن واحد كمية الكورسلو ستكون أكبر من ما أريد أن أضع بالصحن فقط للتوضيع نعمل مكتر الكورسلو يا جماعة هيدا الطبق حصري للشاف جورج خاصة هذه الكورسلو تحديدا هذه الكورسلو لأنه أكيد لم يتم دقيقة ولا بمطعم ولا بمطعم ولا بعملها بالبيض ولا بعملها بالبيض نعم هلأ يتعلمون شيء جديد وطيب ومغزل أعمل شيء إنه مغزل مغزل ملفوفة تعالفة من ططيرنا فلم ناعم أو فيكم تعملوها على طريقة الكايف سي مثلا الطريقة إنه بيتحنوا الملفوف تحن على الموني ناكس بما أنه بتعرفوا تستعملوا السكين يعني لما تصموها السكين وتغلوا غزة فيه هلأ هلأ هتلاقيوا طرق للكورسل العادي اللي هي المعجزة بحطوا سكت بحطوا آآ خل بحطوا حامور مع المايوناز أنا كله هيدا ما بيكم يعني كيف تسمبل أو بالفنساوي ثلاثة 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 يعني يكون كل شيء هيك بسيط فولسلو أهم شيء فيها مايوناز وحامور طعمة السكين اللي بتحضيها على الفولسلو هتاخدوها من الجزال اليوم أنا مش هاستعمل نظار شو هنستعمل؟ شيء حلو أكتر من الجزال يعني مش بي حاجة لسكين أما منوح لزوله لا 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 مش مبلان تانت لا لا نحن نقلل من هناك من هناك الكواريس يعني بس لا بزرطة معك لا بلحطت لها لتلوينة لا بلحطت لها لتلوينة خيئة لا يكون شيء صحي هكذا يا جماعة تقريباً عملت نصف ملفوفة اليوم هي نصف ملفوفة صغيرة صح؟ صح تقريباً يعني بتطلعها شيء ساعمية جرام ليس ملفوفة كبيرة ليس تبعها ثلاثة كيلو ليس تبعها ثلاثة كيلو ليس ملفوفة ثلاثة كيلو ونص تقريباً أخيي معنى لك ما فيها جزر لماذا أحضر لك ما فيها جزر فكرت بطريقة أعملكم شيء خارج عن المألوف بالكولسلو لذلك سميناها ثلاثة كولسلو أو كولسلو الحمراء لماذا؟ لأنه فيها لأنه فيها شماندر شماندر؟ أفكركم ما شماندر؟ ليس شماندر هذا شماندر ناي ليس مسلوء يا جماعة لماذا ناي؟ أنت تسأل كثيراً لماذا ناي؟ أول شيء بدأ أشفر تقشيري أعفض الأشفر بالشهدات لم يرحملنا كثيراً لأن أحبيت الشماندر أجربك لماذا؟ لأنه يكون بعضهم محافظة على كل الفيتاميز بقلبه على كل الفيتامينات ومش خسران أي نوع من الفيتامينات شكراً لكم هنا برصحة أخلص تقشيري بأرجالكم لدينا هذا حبيت الشماندر المقشرة النية بدنا نبرشها فوق الملفوف كيف تبرشوا الجزر عادي؟ نفس الشيء نعاين عليكم ها؟ طيب يا جماعة مثلما كده عم بإلكون تيبت سيمبل أو ببساطة ببساطة لا بدنا نعقد الأمور ولا بدنا نفوت خلطات بالبعض مايوناز حموض ملح لا أكثر هذا عصة حموض طيباً لنصح حمضة لنستعمل يا متابعين الأوفياء مين بيتذكر فيديو المايوناز اللي بيتذكره كنا به هيدا المايوناز أنا عامله عايدة بالبات ما في لامة والحافظة ولا نشويات ولا شيء ما فيه بقلبه رحضت لكم رابط المايوناز رابط فيديو المايوناز رابط فيديو المايوناز بسندوق الوصف فوتو احضروا رحل قولي عليه وهيدا قطيب من المايوناز السوء أنا اليوم رحستعمل لهذه الكمية تقريباً مرأتين وشكوية مرأتين كبار احنا اه ما هي تلك اذا ملعه عامل صفحه شايف بيتلعه ثلاثة تقريباً اذا ما عرموها كتير اهم شيء بدنا هاي الشيء تملحي صغيرة لا لا مش حاجة ولا مع الاول شيء يلا بايدة يا جميع شفتوا ليش القوصلة الحمرة هاي دي اول خطوة بالفيديو اليوم صارت جاهزة عنا او اول رسات اذا بنا نعتبر اول وصفة احب الكم شغلة بس هاي انا جربتها فيها اما جربتها فيكم الله وكيلكم اعملها حق التجارب بس والله العظيم تير طيب وعن بحلف كتير طيبة وقطيب من كل سلو الجزل بنساكو نجربوها هذا عايدة ما نحطها شوية بالضبط هتتسقيع ونبالش بالبرجر اكيد مثل ما صرتوا عارفين اليوم ما نعمل برجر اللحمة انا جبها جايزة بدنا وحبتن نصحن واحد هذه المكونات كلها منصحن واحد جبت اللحمة جايزة اليوم تماما اطول كتير الفيديو وعملكم خلطة البرجر ساقبونا على الفيديوهات جديدة فيها خلطة البرجر اليوم نستعمل اللحمة الجايزة بالسوق شو ما كانت تعمتها انتو بتتنكهوها بالبيت متل ما اردتكم متل ما انا عم بعمل اليوم بدنا حبتين برجر لحمة تشدر تشيز تنين سلايس سويس تشيز تنين سلايس هلا ازا ما عادكم سويس تشيز تكونوا تستعملوا الموزالة تكونوا تستعملوا يلا نوع جبني آآ نوع جبني بتصوح انتو بتحبوها بايضة اه بايضة باتكم فطر انا مستعمل للعرب اليوم بدكري انا هدول سلقتهم من السرقة قبل تمتول كتير على الفيديو وحبت بطاطا شو هانا؟ حبيت بطاطا نية اه نية نية اه نية اه تم بلش خلينا نشير هاو عجنب مش هنستعملهم لان ها هلا بالنسبة للبطاطا قصتها قصة اول شي ما بدنا نقشرها تاني شي فيكم تقطعوها تسلقوها نصف سلقة ترجع عطشوها فيكم تقطعوها متل ما ها بتقطعها هلا ايونية ما تسمكوها كتير تسلقوها وتتعوها وتسلقوها وتتعوها وتعوها وتقشوها تشربت لأكيد اني شايفين مع بعض شو دي خبرك يعني بس سنعت التفاصيل اللي معنى في انه باشتره هو يكلم صيبخ لأكاد التفاصيل اكتر والتشحيف في الترنشات متى رقيق تيستوه بالشغل صحيح شب؟ مية من مية عم بعض الشيء بعلمني غلط؟ لا لحديتها الاكل له مضبط هاي البطاطا قطعناها نغسلها شوي بالمي نغسلها بالمي يروح مننا النشر بهالوقت نقطع الفطر اما الفطر بديه حبة كبيرة فراح قصه بس هاك ولاحل من هاك بالنص حبة تانية هاك تكلم معينكم بالنص والنهي من هاك هاك البطاطا اللي فيك واتخلوها حبة كبيرة فيكم تصورها بالنص مثل ما انتو بتحبوه هاك هاك هذه البطاطا من بعد ما غسلناها تدرح مننا شوي النشر هاك نطبلها بشوية زيت زيتون هاك بتنكيها مع رشة ملح صغيرة وبدنا ننتقم على الشبع نصير على النار هاك هنبلش باكتر شي بده استوع بما انه اليوم البطاطا مش سلقة وحن السلقة انتو بالبيت فيكم تصيروا وحن السلقة اعملنا مشكلة نحنبلش شرب البطاطا بدكم تشروع عنار خفيفة لانه نية نعم قد تقول الشخص اه اه انا عم بعمل كمية لسحن واحد بجعل بكتلكم بالخضرية هاي الكمية اللي عم بتتعملها هي لسحن واحد بجعل لا اكتر ولا اكتر ولا اكتر اترى لما كانت تسترت معنا البطاطا لانه نتقل نشوي الاخلاة البقية لانه نشوف مصاب البطاطا ها نبدأ بشواء اللحمة امان مصابة خفيفة لنبدأ اللحم على ناط خفيفة لنقلب اللحم على كنمال لنقلب اللحم على كنمال ما هو مقلب نقلب اللحم نموز السمون من ناصف المقلب نقلب اللحم لنقلب اللحم لنقلب اللحم على نفس المقلب تمرغ اللحمة بالزبدة كمان نضع لحمة اللحمة نضع لحمة اللحمة نضع لحمة اللحمة نضع اللحمة تمرح لحمة اللحمة نضع لحمة اللحمة نضع لشكل طويل قبل طعم يوم التكنولد تنضع اللحمة نضع لحمة اللحمة بطاطا ليس لزبدة لأنه يوجد بالبازرت ليس لكثير زيوت وزبدة بقلب البطاطا ولكن سأزيدها على البطاطا هي رشة برمزون صغيرة للتنكي ليس أكثر تعطيها نكهة طيبة هذه البطاطا صارت جاهة معنا نشيلها على جنب ونكهة وغسطنا هون اللحن والبطاط يفضل تقريبا جاهزين لننزل فوقا المشم المططع من سخن هكذا عما يتنهنهم مع بعض سخص ويأخذوا طعمات بعض وننتقل لتنكفة وصفة البطاطا بالمعلية نضع شوية زبدة بالكعب نضع اذا عم تشوفون كيف هم بمرغة هيك مرغة فيكم بحطة الشقة في بيتكم يا هونتو هل ما بتقوم في كونتكاتل هل ما بتقوم في كونتكاتل هل ما بتقوم في كونتكاتل هل ننزل فوقا البيضة هاي البيضة أنا كسلتها وخفقتها ونحن نزلها هلق فوقا وتفتحها على كل المقلية وهون البيضة ساعة عم تستوي معنا ونحن استويت معنا ونحط الجبن عليه قطع الجبن من نص رجزوا معي ماذا عم بعمل درجة نحط فوقا شقفة اللحمة ونحن نحط جبنة السويس تشيز اللي عم بستعملها اليوم ونحط على اللحمة للشدر تشيز حسب قطعة اللحمة اللي عندكم ازا كبيرة او صغيرة فى كونتكاتلها للجبنة بس انا هم بحب الجبنة كتيرا ومشان هيك رحط قطعتان جبنة بالنص ما هي للشدر تشيز منثبه نرجع ونضيف فوقا شاءت اللحمة التانية منثبه ونطبه ما هي منثبه بس اللحمة التانية شقفة تكسفة تشيز على الرجل حسنا حسنا ركزت على النص فقط لماذا؟ هنا لديكم البيضاء تأخذوا شقفة قصة من هنا صغيرة مواقفة صغيرة كل شقفة قصة من هنا وقسم لنكتشفة الأقمال Those on the burger ما طبقنا الأقمال لل estos البرجر والجبن عليها. خليها تتحمس شوية للبعاملات على النار. هيك تصح الجبن بقلبها وتمسك بعضها مضبوط. هنا لدينا مشرم والبراكولي. تماما اصلا شغلة صغيرة هي رشة بارمزان. يجب أن يكون جاهزين قداما. دعونا ننتقل كل ما يفعله. على الصحن النهاية ونرى كيف يفعلها. حسنا يا جماعة كانوا. اذكرنا الريد كولسلو او كولسلو الحمرة. حتينا البراكولي وهنا نضع الفطر بنسك تعته ومنظر حلو على الكاميرا. سوفينا البطاطا من هنا نضع البورجر اللي هي البلدلس بورجر. او البورجر من دون خبز. او البورجر من دون خبز. هي البلدلس تشيز بورجر اسم ملكة. هيدا البلاو اللي بدينكم هو لشخص واحد. انا شخص واحد. مضبوط ان انا استعملت لحمتين. ومضبوط حسينه شوية كبير للبلاو بس انا كبرت شوية الصحن اللي حطته فيه او الجوت اذا بدكم. يبينوا المكونات ويبين الزينة. بطريقة حالية. هيدا الصحن لو شخص واحد تشبع الشخص لانا ما فيه خبز بقلبه. هيدا ما فيه خبز. ما فيه نشويات غير. شوية نشط هي البطاطا. الى بالنسبة للاشخاص اللي عم بيعملوا رجيم خاصة عم بيعملوا رجيم لكيتو. اذا بيشلوا رشمندل مع البطاطا بيصير هيدا بلاو كيتو مية بالمية. يعني بيقتلوا هيك. بيعملوا كلس لا برشمندل. بالنسبة للاشخاص اللي عندهم مشاكل اسلكلة. عندهم. اه. مشاكل بالنسبة نشويات ما فيهم يعطلوا نشويات. فيهم كمان ياكلوا هذا السحن. بيشيلوا البطاطا. بياكلوا من هون. كمان بيعملوا الكورس لا العادية. بيعاملوها بجزر و فيهم يعملوها بberجزر وببرجر كمان بتناسبهم فهذا الصعن يا جماعة بناسب جميع الاعمار وجميع الامراض وجميع الانزمة الغذائية. وكمان اللي بيحب زينو على زوقوف في زينو كمان تزين زوق. تجعل كل واحد لحاله يعني كل واحد هو كيف بيحب بيعمل الزينة. موسيقى 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 لديكم البطاطا لديكم تقلوها رسية هالثية اكتر او صحية اكتر تكون مشهورية هذا الصحة ما كان لنا اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم تروني الفيديوهات الجديدة سلام امان قناة العلمات لا تنسوا دابة المناناز موجودة بصندوق الوصف ولا سلام اشتركوا في القناة